رئيس السمو الملكي التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس روزراء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي التقها سموه فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائب بن عبد العزيزة للسعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس روزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعقدت خلالها جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين البحريني برئاسة سموه والسعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة من خطوات لتعمي وتعزيز مجالات التعاون والتكامل بين البلدين في المجالات المختلفة اقتصاديا واستثماريا وأمنيا منوها سموه بأهمية زيارة توقيتا وتعاونا مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مساندة مملكة البحرين ودعمها وفي إسناد وتعزيز المسيرة الخليجية وفي إطار ذي صلاء فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الموفقة للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تمكنت بيقضتها من الإطاحة بأربعة خلايا إرهابية مؤكدا سموه وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها بعدها حي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الروح الوطنية الصادقة التي أظهرها المواطنون والمقيمون احتفاءا بذكرى مثاق العمل الوطني موجها سموه الشكر لهم لمعبروا عنهم المشاعر الولائي للوطني والقيادة بهذه المناسبة الوطنية ثم هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى السادسة والخمسون لليوم الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير السادس والعشرين مشيدا سموه بالقفزات التنموية المشهودة التي حققتها الدولة الشقيقة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت متمنيا سموه للدولة الشقيقة دوام الرفع والتقدم والازدهار في ظل قيادة سموه وحكومته الرشيدة بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحصل مواقع الشوارع والأحياء والمشاريع التي يتكرر فيها تجمع مياه الأمطار ومعالجتها والوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى تضرر بعض مشاريع البنى التحتية بسبب هطول الأمطار وتحديد المسئولية وأوجه التقصير إن وجدت وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بذلك وضمن هذا السياق أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي اطلعت بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وزيرا ومسؤولين في سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع والطرقات والأحياء في أسرع وقت ممكن والتواجد الميداني في المواقع على مختلف مستويات المسئولية في الوزارة كما أثنى سموه على جهود القائمين على وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية على جهودهم خلال أمطار الخير التي حطلت على البحرين مؤخرا وقد اطلع مجلس الوزراء على ثلاثة تقارير وزارية مرفوعة بهذا الخصوص من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان وشؤون الكهرباء والماء بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزاراتهم في هذا الخصوص بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعمال واتخذ بخصوصها من القرارات ما يلي أولا حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تكثيف المبادرات والمشاريع التي تصهم في تعزيز فرص التوظيف أمام الباحثين عن عمل وأثنى سموه على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم المعارض المتخصصة للتوظيف بما يتيح لأصحاب الأعمال الحصول على احتياجاتهم من الكفاءات والكوادر واتطلع المجلس ضمن هذا السياق على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم مجموعة من المعارض المتخصصة للتوظيف عام 2017 بما نفذته خلال عام 2016 من معارض والتي أسهمت في خلق فرص عمل جديدة ونوعية ذات قيمة مضافة للمواطنين ثانيا وافق مجلس المزرعة لاستحداث إدارة جديدة بوزارة المالية وهي إدارة سياسات الإرادات العامة مقابل إلغاء إدارة الدراسات الاقتصادية والبحوث والحق تبعية الإدارة المستحدثة بالوكيل المساعد لتنمية الإرادات العامة وذلك لتعزيز التوجهات الحكومية لتنويع مصادر الدخل وبناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من دوان الخدمة المدنية والتي تضمنتها مذكرة معالي نائب رئيس مجلس الوزرعة نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ثالثا وافق مجلس الوزرعة على تعديل رسوم خدمات تأهيل المقاولين المسبق الذي تقوم به إدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووافق على مشروع قرار بهذا الخصوص يراعي جميع فئات تصنيف المقاولين ويتيح استرداد جزءا من كلفة تقديم الخدمة رابعا بحث مجلس الوزرعة مشروع قانون يسهل إجراءات التوثيق ويضمن تبسيطها وسرعة إنجازها حيث يجيز للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب مما تتوافر فيه شروط كاتب العدل التي حددها مشروع القانون وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانونية فيما قرر إحالة لائحة تنفيذية إلى اللجنة التنسيقية وقرر المجلس ضمن هذا السياق باسترداد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق المرافق للمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2008 والمعروض على السلطة التشريعية خامسا بحث مجلس الوزارة مشروع اتفاقية للتعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر